ويبدأ العد التنازلي 3 ساعات بتفصلنا عن بداية المشوار 3 ساعات بتفصلنا عن البطولة الحلم تحية بداية لكل أهلوية اللي بيبدأ معنا حلقة النهاردة من السادسة تحتية خاصة جدا للحظات الأخيرة ما قبل انطلاق المشوار في بطولة كأس العالم للأندية ليه بقول لحضراتكم أنها البطولة الحلم الأكتر من سبب هي البطولة الحلم بالنسبة للجماهير والبطولة الأهم والبطولة الأصعب والبطولة الأقوى بالنسبة للجمهور النادي الأهلي حينما يطلاق مع كبار العالم نهارده بنتكلم على أنه الأهلي ممثل بيشارك في البطولة كممثل لقارد أفريقيا في موجة الكبار فلامينجو من أمريكا الجنوبية ريال مدريد من أوروبا الهلال زعيم أسيا وغيرهم طبعا سياتل ساوندز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وطبعا أوكلن سيتي اللي هنواجه النهارده بطل الكونكا كاف لكن خليني وطبعا الوداد المغربي اللي بيصطدي في البطولة لكن خليني أقول لكم ليه البطولة الحلم ليه النهارده هي بالنسبة مش بس للجمهور حتى بالنسبة للعابين وللأجهزة الفنية هي البطولة الحلم لكن خليني أبدأ بالجمهور زمان ومن قبل حتى ما أبتدي أتفرج على كرة كنت بسمع عن أنه المطشاط اللي بتجمع بين الأهلي وبين الأندية الأجنبية كانت بالنسبة لجمهور الكرة في مصر هنا بتبقى عيد يعني الأهلي ومونشن جلدباخ الأهلي وبار ميونيخ أسبانيا نقول الأهلي وريال مادريد الأهلي وبرشلونة الأهلي وأتلاتيكو مادريد الأهلي وآكس مستردام الأهلي وروما المطشاط الودية اللي كان بتحصل دي كان بتبقى بالنسبة لجمهور الكرة في مصر عيد ويا سلام لو الأهلي قدر يفوس فيها كان بتبقى الفرحة فرحتين نهارده احنا بنتكلم على أنه الأهلي غير المفاهيم وأنه اللقاء ده ما بقاش مجرد لقاء ودي أو لقاء استعراضي لكن بقى واحدة من أهم المطشاط اللي بينتظرها جمهور نادي الأهلي وجمهور الكرة في مصر لأن حقيقة الأهلي بيشرفنا الأهلي اللي ما عودناش أنه بس يقابل الكبار في مواجهات رسمية ويبقى مباراة معتمدة من نتجتها من الفيفا في بطولة هي الأهم على مستوى الأندية في العالم كله هي أهم بطولة على مستوى الأندية في العالم كله شاء أمن شاء أبا من أبا ممكن تبقى بطولة أقوى لكن لما تتكلم على أنه أبطال القرارات بيتجمعوا في مناسبة عشان يتلافسوا على لقب الأفضل على مستوى العالم هي بالتأكيد بطولة مهمة وإلا ما كانش الفيفا يبقى حريص على أنه هو يحافظ على استمرارها وحريص أكتر على أنه هو يطورها وعلى فكرة فيه تطوير مهم جدا هيظهر لأول مرة في النسخة الحالية اللي هتبدأ النهاردة وأول مباراة البطولة لأهلي أوكلان سيتي هيظهر فيها تطوير مهم جدا هنجيله على مدار الحالة عشان كده بقولكم مش بس بقت فكرة المواجهات الرسمية لا ده الأهلي خدنا كمان لفكرة الطموح النهاردة وإنت بتلعب مع الكبار فيه رغبة كبيرة جدا وفيه تفكير كبير جدا في أنه إحنا مش بس عايزين نلعب الناس دي لكن كمان عايزين نوصل لمنصات التطوير ومش هبالغ لو قلت أنه وإحنا داخلين بطولة فيها أسماء الكبيرة دي النهاردة بعد 8 أو بعد 7 مشاركات بما أن مشاركة النهاردة يقتمنا طموحنا كبير جدا وطموح الأهلوية راح لبعيد والحقيقة أنه كتير من الأهلوية بيتمنوا جدا جدا وشايفين أنه إحنا نقدر وليه لأ نوصل للمباراة النهائية الطموح ده ما كانش ممكن يتزرع جوه الناس إلا لو كان فيه ثقة فيه ثقة في أن نجومنا وفرقتنا تقدر تروح لبعيد لكن خلينا وافين مع أوكلن سيتي ده بالنسبة للجمهور ده بالنسبة للجمهور لكن بالنسبة للعبين قصة الحلم قصة مختلفة تماما فكرة أنك أنت خد بالك أنه طموح لعيبة كتير جدا في العالم كله وفي أندية كبيرة جدا على مستوى العالم أنها تشارك في بطولة زي دي فكرة أنك أنت تظهر في كاس عامل أندية إذا كنا يعني اتحرمنا كلعبين وكجمهور من أنه منتخبنا يظهر بشكل متكرر في كاس العالم فالأهلي عوضنا بقى طموح طبيعي جدا ومنطقي جدا بالنسبة للجمهور نادي الأهلي أنه الأهلي يبقى موجود في كاس العالم ما بقاش فيها جديد يعني ما بقاش الإنجاز في حد ذاته أنك أنت تتآهل لبطولة كاس العالم بقى الإنجاز أنت هتعمل إيه في بطولة كاس العالم وده فرق كبير وتطور كبير جدا قدر الأهلي يزرعه في عقول جماهيره لعيبة كتير جدا بتحلم وبتلعب مشوار طويل جدا عشان توصل للحظة اللي احنا على أعتابها على أعتاب المشاركة في كاس العالم على أعتاب الظهور في بطولة بيتبحها العالم كله العالم كله عينيه على بطولة كاس العالم عشان كده نتمنى إن شاء الله أن احنا ونجمنا طبعا يستغلوا الفرصة النهاردة مين هيشارك مين مش هيشارك طريقة اللي هيظهر بيها مارسل كولر هي الأقرب لمواجهة أوكلين سيتي شكل فريق نادي الأهلي أجواء ما قبل البطولة في المغرب في مدينة طنجة تحديدا هتكون معنا في حلقة النهاردة من السادسة بس قبل ما أبدأ الحلقة واخدكم فيه كل التفاصيل اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقاتنا دي طبعا لقطات من بداية توافد جماهين النادي الأهلي على ملعب المباراة اللقاء اللي هيبدأ كمان ثلاث ساعات الساعة تسعة بتوقيتنا هنا في القاهرة ويمكن من الأخبار اللي معنا أنه بعض روابط النادي روابط مشجعي النادي الأهلي يعني في أوروبا تعرفين طبعا مسافة بين المغرب والدول الأوروبية مش بعيدة قوي وخصوصا طبعا إسبانيا وفرنسا لكن كمان الحقيقة في إيطاليا ربط مشجعي الأهلي في إيطاليا أعلنت أنهم هيتجمعوا من مختلف المدن الإيطالية حسب ما أكد طبعا مؤسس رابطة محمد عباس سليمان وهيتوجهوا للمغرب عشان يحضروا مباراة النهاردة هذا جزء طبعا من بداية التوافق وهو أنا عارف وتابعة الأيام الأخيرة حركة بها التذاكر المفترض إنه ملعب النهاردة فولي بوكت الملعب تم حجزة أو تم شراء كل التذاكر المخصصة للحضور الجماهيري في المباراة طيب إيه الأخبار في المغرب دلوقتي والساعات الأخيرة نهاردة يمكن كان فيه تمرينة خفيفة في القتال يعني في فندق الإقامة في الجيم بتاع فندق الإقامة الصبح وبعد التمرينة دي كان فيه طبعا محاضرة من ميستر مارسل كولر آخر أيام الساعات الأهلي قبل انطلاق المشوار في المباراة المفتاحية وأنا هقف طبعا مع كلمة المفتاحية لأنها مش بس مهمة في التأهل لكن مهمة كمان في المشوار الأهلي في البطورة أدائك النهاردة سكور المباراة شكل الفريق كل ده يعزز بشكل كبير لو ربنا أكرمنا إن شاء الله في أننا نعمل مباراة كويسة يعزز جدا من فرصنا في المباراة القادمة ويأثر على مشوارنا إن شاء الله بالإيجاب خلينا نروح للمغرب ونروح لزميلنا كريم أحمد موجود هناك ينقل لنا الصورة قبل ساعات قليلة جدا من بداية اللقاء وبداية المشوار نتمنى يكون نجح وموفق يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك وتحياتي لجمهورنا العظيم وجمهور النادي الأهلي للبداية لابد الحقيقة يكون معاه يعني اللقطات اللي شفناها طبعا وكل جمهورنا بيشوفوا وهي دي الروح الكبيرة جدا المعهود على جمهور النادي الأهلي أي مكان لابد يكون متواجدين بقلة عدد بكثافة لابد يكون جمهور النادي الأهلي بيساند ويدعم ويقازر كالعادة فيارب إن شاء الله بإذن الله صوتهم يوصل عبتل للنادي الأهلي وأيضا كمان أشققنا للمغرب الحقيقة لمتواجدين بكثافة في المبرارة الفتتحية الأهلي وأوكلاند سيتي يكون أيضا كمان لهم دور كبير جدا في تحفيز النادي الأهلي وتشجيعه بقيمة النادي الأهلي الكبيرة يمكن لحظات بسيطة أقل من 45 ديئة وتتوجه البعث بالكامل إلى ملعب ابن بطوطة لاستابل النهاردة بمشيئة الله مباراة اليوم الأهلي وأوكلاند سيتي التساع مساء بتوقيت القاهرة التمنى مساء بتوقيت المغرب فهذه اللحظات زميلة أحمد بتجرى المحاضرة الفنية الأخيرة لميستر كولر يحدد لها خمسة وربع بتوقيت المغرب ومنها مباشرة التوجه إلى الملعب أجواء كانت طيبة جدا الحقيقة وتركيز كبير على مدار الأيام الماضية بتنتهي طبعا كالعادة بحضور الكابت المحمود الخطيب بكلماته السريعة اللي بتوصل للعبت للنادي الأهلي بالتجمعات السريعة أيضا كمان عقب تناول وجبة الغداء اليوم الكل بيحفز الكل بيحاول هدية المباراة إن شاء الله تكون انطلاقه ويمكن أنت قلت كمان هتدي رسالة كبيرة جدا للجميع عشان كده المباراة النهاردة مهمة بكل الطرق فوزنا هيكون مهمة جدا يفتح لنا المجال بشكل كبير وأيضا هيدي للجميع رسالة مدى جهازية النادي الأهلي ومدى الهدف اللي ممكن قدام كل لعبة النادي الأهلي ومجلس إدارته والعبية والجهاز الفني للنادي الأهلي بمشيئة الله يستطيع أن يحقق شيء كبير جدا يوص عد كل جمهور النادي الأهلي الجانب الأمن الحقيقة لابد أن نشيد فيه في كل مرة الحقيقة وفي كل رسالينا بنشيد بالجانب الأمن بتحركات التنظيمات الحقيقة أيضا كمان موكب النادي الأهلي يعني يمكن موكب كبير جدا في كل تنقلاته بيسهل علينا الأمور بشكل كبير فيارب إن شاء الله تواجدنا يكون في الملعب بإذن الله بمشيئة الله بقراءة الفتحة طبعا قبل ما تتوجه لعبة النادي الأهلي من هنا المعتاد وجود الكابتن محمود الخطيب بالتأكيد يكون متواجد يصافح كل لعبة النادي الأهلي بعض اللقاطات كده معتادينها الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي وتحديدا لكابتن محمود الخطيب اللي بتدري رسالة قبل المباراة بلحظات بسيطة جدا توفيه ربنا إن شاء الله يكون معنا ويقدر لعبة النادي الأهلي يتفرح كل جمهور مصر اللي نعرضه إن شاء الله خليه عايز عرف منك كريم أنا يمكن على مدار التلات يام اللي تواجد فيها الأهلي في المغرب كنت ملاحظ شوية يعني تغير الحالة الجوية ما بين ساعة وساعة يعني أوقات كتير جدا بيبقى الجو يعني صح وزي ما بنقول الشمس طلع واضح إن الجو حل وبعد شوية نلاقي عواصف نلاقي مطر تلج الحالة في طنجة زي تطوان ولا الجو عندنا وإحنا بنتكلم معك دلوقتي أخبار الحالة الجو إيه عندكم يعني أكد لك يعني بدون الحمد لله رب العالمين على الجو إن هو يستمر بهذا الشكل الحقيقة زي ملي أحمد يعني الشمس طلع وفيه برودة بسيطة جدا ما فيش رياح كبيرة ما فيش الأمطار الحقيقة اللي كانت بكثافة فيه تطوان على مدار الأيام للتدريبات بنأمل كمان يعني التمنى مساء هنا بتوقيت المغرب يكون الجو على نفس هذه الحالة الشمس يمكن بتروح تمانية لربع هنا يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الجو طيب جدا يساعد فريق النادي الآلي كنا أعلانين الحقيقة من الجو والأمطار هتبقى فيه صعوبة بشكل كبير لكن يعني يمكن رسالة ربنا صحانه وتعالى للأجواء تكون مهيئانا النهاردة يا رب وينقصنا كل التوفيق وكل الجدية وكل الروح الكبيرة من العابة النادي الآلي رحب أتكلم معك عن جهزات الفريق بقى ومتابعتك للتلات أيام اللي استعد فيهم الأهلي أو أجرى الفريق استعداده لمواجهة النهاردة تكلمني على الحالة الفنية للفريق وتكلمني على يعني تطمن أكتر على مستوى المعلومات اللي جايلي حمد لله أن السكوات كله جاهز وأنه الأوراق كلها في إيد مستر مارسيل كولر يختار منها الأفضل فنتطمن منك على الجهزات الفنية للفريق والمستوى الفني الفريق خلال التلات أيام اللي فاتوا بالتأكيد طبعا يعني الحمد لله الجهزات الكاملة لكل العابة النادي الآلي يعني شفناها ولمسناها من خلال التدريبات ومن خلال سؤالنا الدائم الحقيقة للطبيب النادي الآلي لدكتور أحمد أبوالب رئيس الجهاز اللي الطبي الحمد لله ما فيش حد بيشكي من أي شيء اللعابة كان بتقدي بكل جدية حفظت على نفسها خلال الأيام الماضية فده يمكن أمر كان مهم جدا يساعدنا بشكل كبير الحالة المعنوية مرتفعة بشكل كبير جدا تم الاستقرار خلاص على التشكيل طبعا لمستر كولر ويمكن ده اللي ظهر الحقيقة في تدريب أول أمس انت عارف طبعا يعني تدريب أمس كان كل وسائل الإعلام المتواجدة لكن يمكن استقرر الحقيقة مستر كولر على التشكيل يا رب إن شاء الله كل العابتنا يكون موفقة اختياراته كمان في اللعيبة اللي هتشارك بمشيئة اللي 11 راجل زي ما بنقول في الملعب يا رب يكونوا موفقين دكة البودلة أيضا كمان اللي هيكون متواجد زي ما قلنا هيكون موجود بقلبه اللي مش يكون متواجد لابد يكون داعم ومساند لفريق النادي الآلي لأن الهدف هو إسعاد كل جمهور النادي الآلي الهدف هو من يرتدي اتشارة النادي الآلي يحقق طبعا كل ما يملك من قوة وتركيز وامكانيات وشخصية وروح فيارب إن شاء الله تكلل بالنجاح بمشيئة الله زميلي أحمد وكون التمنى مساء تنتهي على خير بتسعين ديها فقط لغير ويارب يكون فرحة لكل جمهور النادي الآلي إن شاء الله الأجواء عندك في المغرب ومتابعة البطولة ورصدك لوسائل إعلام زي بتتكلم على الفرقة المشاركة وفرص الفرقة المشاركة في بطولة كأس العامل لأندي يا كريم يعني طبعا اهتمام كبير جدا بحدث كبير طبعا كأس العالم لديه هنا في المغرب الكل طبعا ريال مدريد طبعا ليه جانب كبير جدا من الإشادة ومن الدعم الكبير وممكن ناس على طول بتقولك ريال مدريد هو المرشح كالعادة لكن بتلاقي على طول ناس تقولك النادي الآلي هو المرشح الأقوى أيضا كمان بتاريخه الكبير ومنتائجه الكبيرة جدا ثمان مشاركات ثلاثة برونزية على التوالي فالنادي الآلي الحقيقة يمكن مدي رسالة كبيرة جدا لجميع لوسائل إعلام أن النادي الآلي بقيمته الكبيرة جدا منافس منافس إلى أبعد مركز فعشان كده بنقول اجتهدنا بشكل كبير جدا لعبت النادي الآلي اجتهدت التحضيرات كانت رائعة جدا وسائل إعلام وإشادتها الكبيرة بالكابت المحمود القطيب ومجلس الإدارة واللعبين والتزامهم الكبير جدا من فندق الإقامة إلى الملعب بقيت تنادي الآلي كالعادة بتدي مثال لكل طبعا الوفود المشاركة وكل الأنديال المشاركة وتحديدا طبعا أشقائنا في المغرب فعشان كده بنقول يا رب إن شاء الله كل المجهود اللي بوزلي بقى نجاح كبير وتوفيه من عند ربنا بمشيئة الله زميل شاء الله أهم مجاة في الاجتماع الفني يعني قبل المباراة كريم تقول لنا كده العنوين الرئيسية يعني طبعا هي الترتيبات المعتادة زميلة أحمد في كأس العالم تأكدات طبعا كلها كانت على الوصول الارتداء طبعا لنزول أرض الملعب في المعادة المحدد لعمليات الإحماية كلها الحقيقة النادي الآلي معتادة على هذا الأمر بمشاركاته المستمرة والدائمة في كأس العالم ما كانش فيه أي أمور ممكن النادي الآلي كالعادة يرتدي على الطاقم الأساسي ليه وأكلا يرتدي على الطاقم الأزرق كلها طبعا ترتيبات تعادية ومعتادة لكل كابتن سايد كان موجود كاب سبير عدلي أيضا كمان مستر كولر مهانس خالد مرتجي كانش ليه فيه أي طلبات على قد ما كان فيه بعض التحذيرات الخاصة من الوصول وأيضا كمان الموضوع الإحماء ده فإمكان حاجات كلها معتادة لنا خلاص انتهت بقى بالنسبة للتحذيرات وبالنسبة للترتيبات لتبقى الحقيقة أقل من 30 دي يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون فرحة كبيرة النهاردة عندك أي معلومات عن طاقم التحكيم اللي هيدير المباراة يمكن حتى هذه اللحظة منتظرين بالتأكيد طبعا بييجي طبعا سكورشيد من نسبة للفيفا بيبقيت لنا الحكم يعني مباراة بمباراتها ما بيحطوش طبعا جدو للتحكيم فبمشيئة الله يعني في خلال اللحظات القادمة قبل انطلاقنا هنا من فضل الإقامة يكون معنا هذه المعلومة زميلي إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من داخل مقر إقامة النادي الأهلي دي أخبار فرقتنا وأخبار اليوم الأخير خلاص يعني زي ما قال كريم حوالي 40 ديام من دلوقتي وتتحرك الباص اللي هيقل الفريق طبعا لملعب المباراة فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم أنا بس هبعد شوية مع حضراتكم عن الماتشب تاعة النهاردة إنه النهاردة كانت في لقطة أعتقد دا تهم كل جماهي النادي الأهلي وتهم الناس كلها في مصر الحقيقة لا طاجعت قلبنا كلنا ومش ممكن أبدا ننساها وما ننساها وما ننسناش الحقيقة ضحايا طبعا بورسعيد النهاردة الأهلي الحقيقة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة كان فيه وقفة جمعت طبعا عدد من مجلس إدارة النادي الأهلي مع مجموعة من أهالي الشهد عند النصب التسكاري لضحايا بورسعيد ونحتسبهم عند الله من الشهداء طبعا دي لقطات من الوقفة اللي تمت النهاردة وتم يعني وضع زي أكلين من الظهور على النصب التسكاري اللي مزالت جماهير النادي الأهلي بشكل خاص وجماهير الكورة حتى جماهير الزمالك المحترمة كل جماهير الكورة في أي لقطة الحقيقة في مطش المنتخب مصر في مطش الأهلي في مطش الزمالك دايما أسماء أو ذكرى الشهداء دول حضري وزي ما قلت يمكن اللي بيزيد دايما من الوجع أنه الحادثة الأليمة دي وأي حادث بيتعرض دي أي حد الحقيقة احنا دايما بنقول أنه أكتر ناس ما بتستفيدش أو أكتر ناس ما بتاخدش أو أكتر ناس ما يعني ما بتنتظرش مقابل حبها وعشقها وانتماءها لأي كيان كان نادي أو كان منتخب هو جمهور الكورة ما عدا ذلك الكل مستفيد فلما يكونوا دول اللي بيدفعوا أغلى تمن في حياتهم بيبقى شيء صعب جدا جدا على يعني على النفس بصرف النظر على أنت بتشجع مين أو أنت ماءك إيه أو لونك إيه القصة الحقيقة ما زالت حتى اليوم حتى اللحظة اللي هم نكلم فيها ما زالت مؤلمة للجميع طبعا عمري فاروق طبعا نائب رئيس الندي لأهلي تقدم الحضور مع عدد من اللاعبين مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة مع عدد طبعا من أهالي الشهداء أو ضحايا الحادث ونتمنى يعني نتمنى الحقيقة أنه ما نشوفش يعني المواقف دي تتكرر مرة تانية أبعد ما يكون عن طبعتنا كمصريين وأبعد ما يكون عن يعني عن عددنا وعن ثقافتنا عمرنا ما كنا يعني حتى في أصعب مراحل بنور بيها كان العنف ده آخر حاجة ممكن يفكر فيها المصريين على كل أحوال أعتقد أنه اللقطة دي مهمة جدا وبتأكد الحقيقة على أنه الشهداء مازالوا الحقيقة بيتم تكرمهم ويستحقوا الحقيقة نتمنى إن شاء الله بإذن الله ربنا يحتسبهم عندهم من الشهداء زي ما قالت لكم النهاردة في حضور جماهيري كبير وإن شاء الله بإذن الله الغالبية الكسحة في الحضور في المباراة تكون للنادي الأهلي أعتقد المؤذرة الجمالية مهمة جدا في مباراة بشوفها مباراة مفتاحية على فكرة في كتير من الناس شايفة أو كتير من التقارير اللي قالت إنه فرص الأهلي أكبر بكتير جدا من فريق أوكلان سيتي ومدير الفني طبعا ألبرت رييرا المدير الفني الإسباني اللي هو أوكلان سيتي قال ده نصا في واحد من الانترفيوهات أو واحد من الحوارات اللي أجراها لكن خدوا بالكم يقال عنه إنه فريق سامي بروفاشنال أو نصف محترف ده شيء والملعب والتسعين دي هي شيء تاني خالص القيمة التسويقية المقارنة بالقيمة التسويقية لنادي الأهلي اللي تقريبا اقتربت من حجز 30 مليون يورو في مقابل تقريبا 4 مليون يورو هي قيمة التسويقية لفريق أوكلان سيتي شيء والملعب حاجة تانية خالص والدوافع الحقيقة موجودة احنا بنتكلم على بطولة بتجمع بين 7 أبطال كلهم ليهم تاريخ كبير جدا في قراتهم كلهم عندهم شخصية البطل كلهم اتعودوا على الوصول للمنصة التتويق فبالتالي الفوارق هنا في القيمة التسويقية ما تفرقش في قصة الفوارق في الدوافع كل فريق عنده دفع ان يروح لأبعد مدى وأوكلان سيتي انا متأكد انه في قط اللبس لو دخلت النهاردة في محاضرة مقابل المباراة هتلاقي انه المدير الفني واللعيبة في اعلى درجات الاستنفار وفي اعلى درجات التركيز رغبطا في ان هم يتجاوزوا عقبة النادي الاهل وزي ما ديت مثلا بارح بانه الاهلي لما جينا نواجه بالميراس او جينا نواجه حتى الهلال او جينا نواجه مونتري المكسيكي او جينا نواجه الدحيل كانت دايما فكرة القيمة التسويقية للاهلي اقل من الفرة دي كلها لكن في الملعب في التسعين دي قصة دايما غير وقصة تماما مختلفة تماما مختلفة الاهم النهاردة ايب النسباني مش بس التجاوز يعني اتمنى طبعا طبعا نتجاوز العقبة الاولى في طريقنا في البطولة وهي اوكلان سيتي لكن بقول عليها مباراة مفتاحية لانه خدوا بالكم النهاردة سياتل ساوندرز وممكن كمان يكون ريال مدريب بتفرج على المباراة لان انت بالنسبة له بالنسبة لسياتل ساوندرز انت منافس محتمل يعني هو هيقابل واحد من فرقتين اللي العابه النهاردة فطبيعي جدا يبقى بتفرج على الماتش وطبيعي جدا نقاط القوة ونقاط الضعف فمهم جدا انك تظهر نهاردة بشكل يصدر القلق والتوتر لفريق سياتل ساوندرز يعني وانت بتفكر في انك انت تكسب في فرق بينك تكسب فوص صعب تكسب المباراة تكون متوازنة او يكون فيها تكافؤ او يظهر فيها انه الاهلي ممكن يبقى تحت الضغط عنده مشاكل او انه ممكن يعني يتعرض من خلال تغارات معينة يستفيد منها الخصم كل ده يبقى مقري بالنسبة سياتل ساوندرز فانك انت تكسب المباراة بصعوبة شيء وانك انت تكسب المباراة حتى بعيدا عن المنافسين سواء كان سياتل ساوندرز او من بعد ان شاء الله ريال مدريد لو تأهلنا يعني طبعا في الخلفية موجودة لكن بالنسبة لك انت كمان لما تكسب النهاردة وتقدم عرض قوي ورائع انت بالنسبة لك كتيم مستوى ثقتك بنفسك مستوى تحضيرك للمتصوات الاجاهة بأحسن وافضل بكتير جدا عشان كده بقول عليك على المباراة النهاردة مباراة مفتاحية لمشوار الاهلي كله في البطولة مش بس فكرة تجاوز عقبة اوكلين سيتي ايه الجديد في البطولة دي وفي نقطة مهمة جدا مش يعني تم استحداثها في قانون كرة القدم او ليحة ادارة الجزء الخاص بالتحكيم وتحديدا الفار هيظهر بداية مباراة اوكلين سيتي والاهلي النهاردة هقول لحضراتكم تفاصيله بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقة وكأن المسؤولين في الفيفا كانوا عايشين معنا وشايفين مشاكل الفار عندنا فقرروا انهم يستحدثوا شيء جديد هيظهر لأول مرة في بطولة كاس العالم للاندية بداية مباراة النهاردة وبين الاهلي وبين اوكليند خليني اقول لكم انه اساسا التفكير في تقنية الفار كان هدفه الاساسي هو منع حالة الجدل لبعض اللعبات اثناء يعني سير المباراة اللي بعد نهايتها بتبقى مرتبط بعض القرارات التحكمية اللي بعد المباراة بتبقى بتثير حالة من حالات الجدل اللعبة دي كان المشكوك فيها اللعبة دي كان صح لا او القرار دا كان صح القرارات دا كان غلط فبالتالي قالوا يدخلوا يدوا مساحة اكبر لحكم المباراة انه يبقى عنده فرصة لمراجعة بعض القرارات اللي ممكن ما يقدرش ياخد فيها قرار سريع او اللعبة ما تكونش فيه واضحة فقرروا استحداث تقنية جديدة اسمها حكم الفيديو المساعد حكم تاني بما موجود داخله في غرفة عنده رفاهية انه يتابع اللعبة من اكتر من زاوية مرة واثنين وثلاثة الى ان يصل للقرار الصحيح مع حكم الساحة وفي حالة عدم قدرته على انه ياخد القرار بيستدق حكم الساحة نفسه عشان يبص على الفيديو المشهد اللي احنا تعودنا عليه في السنوات الاخيرة طيب الفر اللي كان مفترض يمنع الجدل بقى اكتر اثارة للجدل وده شفناه وعشناه في ملاعب الكرة المصرية يمكن في الدوريات الاكبر شوية ما بتحصلش الحالة دي بشكل كبير لانه واضح انه طبعا ده فوضي لقجع بيصل في اللحظات احنا مع حضراتكم فيها ل ده لايف طبعا ده بث مباشر على الهواء مباشرة طبعا فوضي لقجع يعني ده رئيس اتحاد الكرة او الجامعة المغربية زي ما بيسموها بيصل لمقر اقامة النادي الاهلي في اللحظات دي طيب نكمل كلامنا على قصة طبعا اللقاء بالسيد خالد مرتاجي طبعا من صندوق النادي الاهلي طبعا يعني العلاقات المصرية المغربية رغم انه في بعض الاوقات خلينا نتفق لكن الحقيقة يمكن حتى المسؤولين في النادي الاهلي اكدوا ده مررا وتكررا انه العلاقات الاخوية اللي بتربطنا بالاشقاء في المغربة يعني كبيرة جدا وممتدة وتاريخ رئيس اتحاد الكرة المصري اللي كان صاحب موقف الحقيقة اكتر من رائع انه لاستحسن الجميع يعني على هامش على هامش بطولة عالم اندالك ان الشيء بالشيء يذكر طبعا وطبعا ده تقديرا على مكانة النادي الاهلي والحصن العلاقات اللي بتجمع بين المصر والمغرب عموما والاهلي والاندال مغربية خصوصا قصة الاهلي والوداد طبعا المسؤولين في الاهلي بيأكدوا انه النادي الوداد ومسؤولي ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد طبعا بقصة نهائي دوري الابطال وتأكيد دائم ومستمر طبعا على حصن العلاقات وطبعا ده اللي بيأكده طبعا زيارة السيد فوزي لقجع لمقر اقامة النادي الاهلي ولقاءه زي ما حراتكم شايفين واستقبال طبعا المسؤولين في النادي الاهلي ليه في مقر اقامة الفريق نتمنى ان شاء الله بإذن الله انه بما انه البطولة بتقام على ارض عربية وانه جماهير اللي هتحضر البطولة جماهير عربية نتمنى ان شاء الله ان المغرب يكون والشها حلو كما تعودنا دائما زي ما كانت نشرفها الحقيقة الكرة الافريقية والعربية في مونديال العالم 22-22 في قطر تقدر تشرف الكرة العربية ايضا وجماهيرها الحقيقة تدعم الفرع العربية المشاركة في البطولة وتكون البطولة دي يعني لأول مرة نتمنى ان شاء الله نتمنى وليه لا من حقينا نتمنى ومن حقينا نحلم واللي شوفنا في كاس العالم للمنتخبات نقدر جدا جدا نشوفه بيتكرر مرة تانية في كاس العالم للأندية وما فيه شيء مستحيل المستحيل ليس اهلويا على اقل بالنسبة لنا لكن كل الدعم طبعا للهلال في جزء منك لازم يتعاطف مع الهلال والولاد رغم ان واحد منهم هيخرج التاني لان هما الاثنين في طريق بعض مباراة المباراة اللي افتتحية بالنسبة للهلال والوداد هتكون الفايز منهم بيتأهل لمواجهة فلمانجو البرازيلي في الدور قبل النهائي اما الفايز من مباراة الاهلي اوكلاند هيتأهل لمواجهة سياتل ساوندرز والفايز منهم هيتأهل ايضا لمواجهة ريال مادريد في الدور قبل النهائي وانا تمنى نهائي عربي وليه لا يعني يعني ليه ما تكونش الاهلي في مواجهة الوداد او الاهلي في مواجهة الهلال كل شيء في كرة القدم وارد وكل شيء في كرة القدم جايز دي لقطات طبعا من التمرين الاخيرة للفريق بالامس النهاردة زي ما قلتلكم للمتابع الشحام الاول كان فيه تمرينة خفيفة في مقر الاقامة في الفندق في الجيم يعني وبعده كان فيه محاضرة تكلم فيها ميستر كولر على التعليمات الفنية في المباراة وفي اللحظات اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها في هدلوقتي المحاضرة النهائية في مقر الاقامة قبل ما تتحرك البعث يمكن كمان عشرين دقيقة او البص الخاص لا يقل الفريق للملعب هيتحرك كمان عشرين دقيقة لملعب المباراة طب دي طبعا اللي قدام حضراتكم دي فاطمة سامورة الامين العام للفيفا ايضا متواجدة في مقر اقامة بعثة الفريق نادي الاهلي كابتن سامير عدلي يمكن كمان ظاهر في الكدر الحقيقة طبعا يعني دايما طبعا الكبار يستقبلهم الكبار زي ما بيقولوا فبالتالي كل المسؤولين سواء في الكرة المغربية او سواء في الفيفا اتحاد الدولي الكرة القدم دايما طبعا عارفين قدر واهمية النادي الاهلي واهمية مشاركة الاهلي على فكرة مشاركة الاهلي في اي بطولة ضمان للنجاح البطولة دي بصرف النظر عن النتائج والتصنيف هرجع لقصتي المهمة جدا وهي قصة الفار زي ما قلتلكم عبو يفت عند قصة ان الفار اللي كان مفترض انه يحسم حالة الجدل بقى اكتر ثارة للجدل في كتير من المناسبات وخصوصا عندنا هنا في مصر اوروبا لا قصة والفهم لللوايح وفهم لتطبيق القوانين والفهم لطبيعة دور الفار افضل بكتير جدا من عندنا بمراحل فما بتتكررش الحالات دي عندهم ولكن برضو ده كان الحقيقة رغبة من فيفا في تطوير استخدام التقنية تقنية الفار فبداية من النهاردة ايه اللي هيحصل اللي هيحصل او التعديل الجديد على تقنية الفار انه الجمهور اللي موجود في الملعب او الجمهور اللي بيتابع المباراة يعني وراء شاشات التليفزيون حيسمعوا الصوت الخاص بحكم تقنية الفار وهو بيتكلم على رؤيته او قراره المتعلق بلعبة ما اثناء المباراة حيتم سمع ده لايف او بشكل مباشر على سواء في المايكات او الميكروفونات اللي موجودة في الملعب المباراة او الجمهور اللي بتابع المباراة من خلف شاشات التليفزيون وده يمكن لو تم تطبيقه نتمنى طبعا يعني اعتقد بما انه الفيفا طبق ده ده مش على سبيل التجربة اللي بيحصل في بطولة كاس العالم مش على سبيل يعني مش بيجربه دي مش تجربة وخلاص لكن ده تحديث جديد لتطبيق تقنية الفار مفترض انه هيتم تطبيقه بعد كده تباعا بقى في كل المباراة وفي كل البطولات وفي كل الدوريات ونتمنى وبما انه الفيفا اقر ده انه يتم تطبيقه عندنا يفرق معنا كتير جدا 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 في الفترة اللي جاية على مستوى المسابقات المحلية كل التوفيق طبعا لحكامنا يعني احنا نفسنا انه التحكيم المصري يرجع لسبع عهده طول عمر الحاكم المصري اللي حقيقة كان مصدر ثقة قبل حتى وجود تقنية الفار حكام كبار جدا وكنا الحقيقة حكامنا منتشرين في كل مكان في العالم وبيروحوا يحكمهم في مباريات وبطولات ودوريات ونهائيات في بطولات افريقيا وبطولات عربية لو نتمنى ان احنا يعني نستعيد المكانة مرة تانية النهاردة السؤال الاهم بالنسبة لجمهي نتكلم كورة شوية مع حضراتكم السؤال الاهم بالنسبة لجمهي نادي الاهلي كيف يفكر كولر في مواجهة اوكلين سيتي خلينا نتفق الاول انه يمكن دي تكون تالت اصعب مواجهة بياخدها مارسل كولر يعني انا بشوف انه اصعب مواجهتين خدهم مارسل كولر في مشواره مع الاهلي حتى يومنا هذا المواجهة الاولى كانت الاتحاد من السيلي التونسي في مشوارنا في تمهيد دور دوري ابطال افريقيا دور الاثنين وثلاثين خارج مصر دي كانت تطلع الاولى بالنسبة للرجل لم يكن يعني ملما بكل اوراء النادي الاهلي ما عندوش فكرة اوي على امكانية اللاعبين مدير فني جاي مصر بيشتغل لأول مرة في افريقيا ما عندوش معلومات كبيرة على طبيعة الكرة في افريقيا ولا على المسابقاتها وبالتالي كان اللقاء صعب جدا تبتدي تستهل مشوارك في البدايات امام فريق تونسي في ارضه وسط جمهوره في بطولة بحجم دوري الابطال وقد كان ونجح الحقيقة وشوفها واحدة من افضل المباريات يعني مش بس من اصعب وقتك انها كان من افضل المباريات اللي قدرها مارسل كولر رغم انه كان لسه حديث العهد تقدرش تلومه بشكل كبير جدا لو الاهلي مقدمش عرض كويس كان واحد من افضل العروض اللي قدمها الاهلي تحت قياة مارسل كولر النقطة التانية كانت مباراة السوبر المصري مباراة السوبر في مواجهة الزمالي كلاسيكو حساسيات ضغط اعتقد وصل الرجل انه عارف ان المباراة دي مهمة جدا والناس كلها بتتكلم على المباراة دي ضغط الجماهيري وفيها حاجات كتيرة جدا وقد كان وقدم الراجل واحدة برضو في مباراة صعبة جدا وقدم واحدة من افضل مطشته طيب لانه هاردة بشوفها تالت اصعب مباراة في مشوار مارسل كولر لانها في بطولة كس العالم للاندية ودي اول مشاركة للراجل معنا في البطولة دي الجماهير بتنتظر تكرار الانجازات اللي حقق الاهلي في مشاركته في اخر نسختين نفس الجيل ده في ظروف اصعب كتير جدا حقق ميداليتين برونزيتين وبالتالي سقف الطبوح عالي وده يسبب ضغطه طبيعي وقلق عند الموديل الفني هل ممكن يغير مستر كولر من طريقته هل ممكن يرجع لفكرة الاربعة تلاتة تلاتة فلات او يلجع لنفس الطريقة اربعة اثنين تلاتة واحد مين هي العناصر اللي ممكن يكون بيران عليها مستر كولر انت امام واحدة من ثلاثة على فكرة انا يمكن عندي علامة استفامة او ملاحظة هخليها شوية على جنب متعلقة بالمشاركة لكن النهاردة انت امام انك تختار ما بين الاكتر جاهزية هو طبعا الرجل شايف لعيبته عارف مين ممكن يكون مستوى الفني والبدني في افضل حالاته بالتالي تلجأ لقصة الاكتر جاهزية وهنا شوية هتبعد عن فكرة الاكتر خبرة والاكتر انسجاما يعني خد بالك انه التشكيلة او الاسماء اللي اختارها مستر مارسيل كولر 95% منهم خدوا البطولة دي قبل كده لعبوا البطولة دي قبل كده وبالتالي تفكر في اللعبة اللي لعبة البطولة وعندها خبرة المشاركة في بطولة كاس العالم ولا ممكن تفكر في فكرة الاكتر جاهزية طبعا ده كابتن محمود الخطيب بيستقبل طبعا السيد فوزي لغجع اللي زار بعثة النادي الاهلي في مقر الاقامة تأكيدا طبعا حقيقة على الروابط عمق الروابط التاريخية نحن بتكلم على تاريخ طويل جدا حقيقة بين مصر وبين المملكة المغربية مش بس على المستوى الرياضي الحقيقة على كل المستويات وده اللي بتأكده دايما الرياضة وهو ده ندي اللي حضراتنا بتعفينها دي بتعكس مكانة وبتعكس حج تأثير النادي الاهلي وده اللي في كل مناسبة وده نسالة مهمة جدا جماعة الرياضة واحدة من أهم يعني أدوات القوة مش هقول أسلحة لأنه ما ينفعش هنا هقول أسلحة أدوات القوة النعمة أدوات القوة النعمة اللي بتأثر وبتعمق العلاقات وبتأكد على فكرة الروابط بين مصر وبين أفريقي بنشوف المشهد ده بيحصل في كل دولة بيروحها النادي الأهلي كانت دولة عربية من شمال أفريقيا أو كانت دولة في عمق قارة أفريقيا غربا أو جنوبا فده تأكيد على دور الرياضة الرياضة هدفها أنها توطد العلاقات مش أنها تكون واحدة من أدوات المشحنات وخال النزاعات زي للأسف ما بقنا بنشوف ما كانش ممكن أبدا نشوف المشهد ده لو في اتهمات متبادلة أو اعتداءات متبادلة أو علاقات متوترة كانش ممكن أبدا نشوف مشهد زي اللي أنتو شايفينه النهاردة فلابد أن ندرك أنه زي ما الفن بنقول عليه وزي ما الإعلام الفن المصري يعني وزي ما الإعلام المصري وزي ما الرياضة المصرية كانت طول عمرها واحدة من أهم أدوات القوى النعمة وأهم الأدوات في تطوير وفي تحسين وفي تعميق العلاقات الدولية بيننا وبين محطنا العربي ومحطنا الإقليمي لابد أن نحن نحافظ على نفس المصار ده ده شيء مهم جدا وشيء فيه منتغ الخطورة وده اللي بتأكد عليه اللقاطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الهواء طبعاً لقاء الكابتر محمود الخطيب بالسيد فاوز خطات لحاجة بشوفه دي مباشرة وبالتأكيد طبعاً كل التمنيات للأشقاء في المغرب الحقيقة قدروا يخططوا فكرة يعني أدائماً كنت لما بكلم على تجارب أو على نمازج نجحة كنت دايماً أشير على وبلجيكا سويت إيه وإسبانيا تحركت إزاي النهاردة بنشوف تجارب عربية النهاردة بنشوف تجارب زي التجربة السعودية مع الفرق في الإمكانيات لكن مش بس الإمكانيات هي السبيل الوحيد للتحقيق شيء لأنه المغرب بتقول اللي احنا بنشتغل وإحنا قادرين نوصل وإحنا قادرين نعمل والطفرة والنقلة النوعية اللي حصلت في الكرة المغربية خير تأكيد عليها هو النجاح اللي حصل على المستوى الأندية وعلى مستوى المنتخب المغربي اللي أبهر العالم الأهم أنه نصر المغرب نصر الأهلي يفضل عالي وخصوصا أن البطولة بتصطدفها المغرب الشقيقة وبالتأكيد الجماهير المغربية هتكون دفعة كبيرة جدا للفرق العربية بشكل عام ونتمنى كمان للأهلي بشكل خاص لأن احنا طريقنا حتى هيكون بعيدة عن الهلال والوداد نصر يحلق عاليا على جبال الأطلسي شكرا